حتى قضية تعديل النظام الداخلي كان هناك ثم توافق بين القوى السياسية سيما الإطار التنسيقي لكن وفق ما سرب جهة سياسية شيعية واحدة هي من انقلبت أخيرا على هذا الاتفاق ما الذي يدعو إلى أن تتفق الكتل تجاه تعديل النظام الداخلي وفيما بعد تتراجع عنه بتقديرك أستاذ جاسب يعني بالتالي أستاذ أحمد هي لعبة مصالح هذا فن السياسة الكل يريد أن يجر القرص إلى ناره فهي هذه اللعبة السياسية ولكن أنا أقول لكل السياسة الشيعة والكرد والسنة عليكم اليوم مصلحة الشعب العراقي لا عليكم بالمصالح الشخصية والفئوية اليوم الشعب العراقي بات يرى بحبوح من الأمن والإعمار في العراق وهذه الإنجازات الموجودة في كل محافظة العراق عليكم اليوم تعضيدها وترك الخلافات وهذه الفقرة تبدد وهذه الفقرة تغير هذه ليس بمصلحة الشعب العراقي ولكن مصلحة الشعب العراقي عليكم اليوم باتخاذ القرار الصحيح أعتقد ضغط الإطار في هذا الوقت وخاصة التحديد مدة أسبوع للغرض الاتفاق ومن ثم الذهاب إلى البرلمان وبالتالي أعطاء الضوء الأخضر إلى أعضاء مجلس النواب بترشيح ما يشاءون هذا سيكسر العرف السياسي الموجود فعلى القواعد السياسية السنية أن تنتظر قرارا موحدا خلال هذه اليومين وأن تكسر هذا الحاجز وأن تتفق لخدمة الشعب العراقي وقواعدهم الشعبية لغرض أن يتهيأ الشارع السنة للانتخابات القادمة وأن لا يكون شارعكم محبط لكن أستاذ جاسم ألا تتفق أن الإطار الذي يطالب اليوم بالإسراع بحصم هذا المنصب هو شريك كذلك في هذا التأخير كونه عترضة على قضية تغيير النظام الداخلية التي تتيح لتقدم وكما وصفت هو الكتلة السنية الأكبر بتقديم مرشح آخر اليوم هي لعبة سياسية اللعبة السياسية كل من يحقق بصالحه وأينما كانت اليوم ننتظر ولا تنسى ما جرى بالانسداد السياسي وما رد إلى السيد الحلبوسي هذه كلها لا تنسى لدى الإطار أو غير الإطار فأنا أعتقد أن الإطار ليس بمصلحته تعطيل هذا الجزء المهم وخاصة رئيس البرلمان هذا سينعكس بالسلب لدى المحيط العربي ولدى المحيط الدولي أنه دولة تقاد بدون رئيس برلمان منذ ستة أشهر وهذه مشكلة كبيرة فعليهم اليوم تحديد مسارات الدولة ومن ثم المضي بترشيح الشخصية المناسبة والتي يتفق عليها الجميع طيب